أو في الفترة الأخيرة تحديداً يعني لكن زي بقولت لكم بارح النتيجة مش هي المقياس المقياس بارح إن بالنسبة لنا احنا كانت مفاجأة إن قارل الساكرش بعد الفترات دي كلها والتجارب دي كلها لسه بارح بيغير في مراكز اللعيبة انت بارح مفيش حد في المنتخب لعب في مركزه إلا محمد الشناوي واحمد حجازي ومحمود الونش الكل بلا استثناء مش في مركزه حتى المنطق بتاع الكورة نفسه إن لعب لما يكون راجع من صريبي بعد 9 شهور ولسه ما لعبش حتى شوت كامل مع أستون فيلا تبدأ بين بارح في جروة في منافسات كاس الأمم مباراة قوية أمام نيجيريا من أول ديقة إن قارل الساكرش يبدأ بمحمود تريزيجيه دي كانت بالنسبة لنا كلنا كانت مفاجأة حتى لو التشكيل المتوقع كان كل بيقول تريزيجيه من خلال اللي شفناه فيه التدريبات قبل المباراة لكن هو الراجل كان بيخالف كل الواقع وبيخالف كل المنطق تحس كده وده الشعور ده التديد خلاص أتأكد منه إن قارل الساكرش جاي يعمل مباراة احتزاله في مصر يعني هو كمدرب اسمي كبير جدا في عالم التدريب الراجل ده يمكن درب منتخبات وعمل نتائج مميزة جدا لا غبار عليه ولكن في اللحظة اللي احنا فيها دي وفي التويت اللي احنا فيه أنا بقى عندي يقين إن قارل الساكرش جاي يعتزل التدريب في مصر أو جاي يعلم احتزله التدريب في مصر هي دي آخر مرحلة ليه مع منتخب مصر سواء تأهل كاس عالم أو ما تأهلش لو تأهل بعمل إنجازه ومجد شخص ريه يقولك أنا تأهلت مع خمس ست منتخبات للمنديال ومحدش عمل ده وبعدها يعلم اعتزاله التدريب ده الإحساس اللي أنا حسه نوع عمال يجرب اللعايب حتى في مباراة كاس الأمم لأنه هو كل الهدف اللي بيشتغل عليه مرحلة البلي اوف الدور الفاصل لو ده تفكيره وده المنطق وده اللي تقاله تبقى أكبر خطأ وأكبر مشكلة ممكن تواجه منتخبنا لفترة الجاية لا بيسمع لمعاونين لا بيسمع للكابتن واق الجمعة بما أنه له خبرات في بطلات الأمم الإفريقية وعنده خبرات كبيرة جدا سواء في النية أو درية الرجل شغال بدماغه وبيعمل حاجات يعني ما لهاش علاقة بالواقع مصطفى محمد بيلعب هاف رايت أو وينج رايت محمد شريف كان بيلعب وينج رايت خسران بتنزل رأس حربة في ديئة 90 حاجات ما كانتش ليه علاقة بالواقع